أستاذ مريم من القاهرة تتفضل ألو ألو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا كنت عايز أعرف بس حضرتك يعني الجماح في شهر رمضان ألو أيوة سمعك أنا كنت عايز أعرف بس يعني اللي جزها جميحها ثلاثة أيام في رمضان تصوم ولا إيه أو تصوم إيه طريق طيب حاضر حاضر وتقال كمان لو سمح حاضر تصدر يا بنتي أنا متجوزة وانا عندي ستاشر سنة فخلفت في أول سنة جوائز طيب فدلوقتي ابني عنده ثمان سنين أنا مش عارفة تعامل معايا لأنه يحتبر قبر معايا طيب مش عارفة تعامل معايا خلف حتى أخويا وبتعامل معك بحدة مش عارفة تعامل كأنه ابني يعني عشان أحس أن أنا قبرت معاه عارفة تعامل معا خالق أنا فهمك يا بنتي والله ومقدر اللي أنت بتقوليه دوت وإحنا كتير قوي بنشتغل على اللي أنت بتقوليه دوت واسمحيلي أن أنا أكلمك عندك سؤال تاني يا بنتي شكرا لحضر سأك ربنا يفتح عليك ويحفظك أيوة طيب لو بتسألي عنك لو بتسأل السائلة عن إذا حصل الجماع معها في نهار رمضان هي عليها أن تقضي الأيام اللي هي حصل فيها الجماع دي أما زوجها فعليه أنه يكفر الكبرى يفعليه أنه يصوم ستين يوم عن كل يوم ويوم تاني يقضي عن اليوم ده يعني يبقى واحد وستين يوم على كل يوم حصل في جماعه لأن رسول الله سلام لما راح له الرجل الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان قال له فقال له ما استطاعش قال له تبصوم ستين يوما فقال له ما استطاعش قال له فأطعم ستين مسكينا فمع اليوم اللي هو عليها أما هي لأن هي يبقى عليها يوم واحد فقط أن هي تقضي ولكن هو عليه الواحد وستين يوم يبقى عليها أن هي تقضي ثلاثة أيام إذا حصل الجماع ثلاثة أيام فعليها أن هي تقضي ثلاثة أيام وعليها أن هي تكمل صيامها لأن السؤال فيه طب تكمل صيامها لا 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 تكمل صيامها تكمل صيامها إن شاء الله أمر الثاني أن هي عليها أن هي كمان لو أن دوة حصل دي ويحس أن دوة لوثها أو حصلها أي حصل الله وسواس لا دي معصية كثار معصي ويتابت إلى الله سبحانه وتعالى وتكمل حياتها بشكل بشكل عادي وبشكل طبيعي وتستغفرت الله وتابت إلى الله وتقضي الأيام اللي عليها أما مسألة يا بنتي وانت عندك حق وإحنا ده اللي احنا بنقوله للناس نخلي بالنا في مسألة الجواز إن احنا الناس لما تجاوز ويص الناس صغير بيبع عندها مشكلة كمان في مسألة الإنجاب إن هي لما تجيب طفل هي الفرق السني منها هي بتعتبر الطفل ده كأنه أخوها فهي بتقول إن هي كبرت معاه فأنا نصحت لحضرتك المسألة بسيطة خالص إنك تهدي ومتعتبرش إن المسألة دي أكبر منك ولا شيء من هذا القبيل المسألة ببساطة أنت محتاجة تتدربي على شوية حاجات تتعلق بالسن اللي هو فيه ده وإنت لما تقدر تتعامل مع السن ده هتلاقي حياتك بتتطور وحتلاقي نفسك أندك وأحكم من ده أنت كل الحكاية بس إن أنت مش لاقي حد حواليك واضح إن مصدر تعليمك لمسألة مسؤوليات الأمومة كانت قليلة فأنا بقول لحضرتك ببساطة خالص تتدربي على بعض الأعمال اللي تتعلق بالسن ده بصفة خاصة 8 سنين ده روحي تعليميها وتعاملي معها أهم حاجة وإنت بتتعاملي مع السن ده ببساطة خالص إن أنت تكوني هادية معه تسمعيه وتحاولي تشاركيه ومشاركتك ده ده مش معناها إن أنت تحولت إلى طفل صغير لكن مشاركتك معه وإن أنت تتكلميه وإن أنت تحوريه ده شيء مهم جدا جدا في السن ده مهم كمان في السن ده إن أنت ما تحاوليش تبيني خوفك وما تحاوليش تخوفيه ما تحاوليش ترعي به ما تحاوليش دايما تهدديه كل ما عملت بعدت عن الكلام ده وحسستيه إن أنت فهمه وحسستيه إن أنت حسى به كل ما هو يهدى وإنت كمان هتهدي التلات حاجات اللي أنا قلتلك عليه متدريب وببساطة خالص إن أنت تتكلمي معه كتير وثالت حاجة كمان إن أنت تحسسيه إن أنت فهمه وتهدي عليه وتطرح عليه الأسئلة مش تكوني في حالة عنف معه كل ما أنت هتعمل الحاجات دي هيهدى وإنت كمان هتهدي وإن شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك لما يحبه ويرضاه